السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم محمد السيد ان شاء الله نهاردة هنتكلم على موتسكل ويانج 150 سيسي فيه منه 200 نتكلم نهاردة عن 150 نشرح امكانياته سرعته كفاءته المطور المواصلات الهفنية والهندسية الداخلية والخارجية كل حاجة عنه ان شاء الله اول ما هنبدأ هنبدأ بالمطور زي ما تعودنا في اي موتسكل الجهاز الحركي اهم حاجة في المطور الناس بتقلق منه قطاع غيره وصيانته الكلام ده المطور مصنوع من الالومنيوم نظام التبريد فيه الهوى تبريد هوى الهوى المحيط به هو اللي بيبرده بعد عملية التشغيل يعني ما فيش فيه سربنتينا ولا تيربو ولا الكلام ده ولا بتاع الريدياتير ولا الكلام ده المطور 150 سيسي تمام منافلة ومرش طبعا معروف المرش استخدام ذاتي او سهل المنافلة لما المرش يعطل او الكاربة تفصل او كلام ده استخدم المنافلة المطور خام صغير واحد تحت الباقي فوق نفس نظام الضيو ستة باستم واحد اتنين صباب ضغطة عالية او كابسة عالي نسبة اكوتان عالية في البنزين تكون افضل ليه في التشغيل عندنا المطور على السياخ مش كاتينة تمام معدل الزيت بتاعه او منسوب الزيت بتاعه واحد لتر الف ملي لتر للزيت كده تقريبا كل حاجة عن المطور قطع غير المطور متوفرة جدا في اي مكان ولذلك انت لو خدت بالك شكل المطور الخارجي نفس شكل المطور الضيو المية وخمسين سيسي تمام فالقطع الغير بتاعته سهلة ورخيصة ومتوفرة وصيانته سهلة جدا ده كده كل شيء عن المطور هندخل على الشاسية الشاسية نفس تقريبا شاسية او المكناة كلها عموما نفس المكناة الهوجن 3 الضبع في الحجم في الشكل في المميزات في الكلام ده هتلاقي انه قريبة جدا 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 من المكناة الهوجن 3 الضبع فالشاسية من الحديد عادي خالص مفتوح من تحت نفس الضيوار باع الهوجن جامب والكلام ده الحلاوة مش مقفول زي البوكسر المقص الخلفي ممتاز وقوي جدا ما شاء الله تمام الكارع مسبت في المطور الدواسة الخلفية مسبتة في المقص فرامل امامي باكم اتنين مساعد نفس على فكرة نفس مقاس بتاع الضيوار باع عشان برضو ما تختلفش تقول القلسات والكلام ده لان في مكان قلساته بتبقى ايه محيرة شوي لا نفس اللي ضيار باع طبعا احنا قولنا شكمان واحد اتنين مساعد خلفي دبل التنك مستوى من البنزين 11 لتر بنزين حنا فيه بنزين احتياطه احتياطي لفوق عادل تحت افلي للجنب احتياطي لتر ونص طيب ده كده تقريبا كل شيء عن الماكنة بشكلها كل حاجة تمام طيب انا عندي الماكنة دي بتستهلك البنزين كل قد دي مثلا كل لتر بيمشيها دي بنقولك لو انت حطيت بنزين تنو وتسعين المطور كفاقته كويسة مظبوط ما بيقولش زيت الكلام ده ما بيدخنش الحاجات دي الوزن القايم على الماكنة كل حاجة مظبوطة هتبص تلاقي الماشي اللتر بيمشيك اتنين واثنين من عشر لتر المشيك ميت كيلو ده كونتاك تفتح كونتاك تمام افل الجنب اليمين ده كالمارش ده فتح النور وده البطال ده بقرة البنزين وده الفرامل الامامية تمام ده كده العداد او الطابلون ساعة الغيرات دي هنا السرعة الارب ام قدام العوامة بتاعت بنزين مؤشر بنزين يعرفك انت منسوب البنزين في التانك ده كالكس زرار الفلشر الاشهارات يمين وشمال ده النور العالي والواطي وده الرعاش ده مقبض الدبرياش طيب ده كده المكنة معنا اثنين واثنين من عشر لتر بنزيني مشروك مية كيلو استلاك البنزين موفر جدا 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 تمام وطبعا ده بيرجع لعوامل تانية هنقولها طبعا في الاخر طيب انا عندي المكنة دي وزنها القائم مية خمسة وعشر كيلو الوزن القائم عليها هي بقى وزنها مية خمسة وعشرين طب الحمولة القصوى لها مية وخمسين كيلو تمام تشيل بتشيل يا بشر احنا الحمدلله المصريين ممكن تحطها لاربعة وخمسة وستة وتشيل تمام بس مشكلة ده بقى في حاجة بدل ما نقول عيوبها في الاخر عشان ما ننساش بس المكنة دي اعتبر مفيش فيها شبكة وراه ازاي عم طب مفيش شبكة وراه لا ده اعتبر بحطوطها وهم كده وطبعا دي عيب من عيوب المكنة دي ان الشاسي بتاعها الشبكة اللي ورا دي يعني معدومة منظر بس لو جيت تحط حاجة الى ورا بتلايها رياحة لانها مربوطة في الشاسي مش مظبوطة شوي فمالصراحة محتاجتها قوية الشاسي محتاجت اوة شوي من ورا والشبكة دي بجد لو مظبوطة هتبقى جميلة جدا مع المكنة وبرضو لها عيب حتى لو الشبكة دي قوية هيوقفها مشكلة لان الطريقة دي من الفئة لو نحن نحسبها صح اللي هي من الفئة الي تحت مش الواسط كمان ازاي انا عندي فئة البرامق الي تحت المكنة خفيفة مكنة خفيفة على الطريق متطير وعموما لو انا كمان شلت حمولة ورا هتبصجلين الجادونه ومني من قدام تمام؟ ولذلك المكناة دي يعني سرعيتها غلط يعني المكناة دي المائتين فيها مشكلة عشان ما تزودش السرعة يعني أنت تقول less أريد أяют أشيد هامتين أو أجيب هامتين أو اكلمت Ein ماشي بس برضو ما تزيدش عن السرعة القصوة توبي السرعة القصوى لها كم المكناة اللي قدامنا المائتين capability تسعين كيلو تجيب التسعين شكرا بتجيب وهو فيiencies بجيب المائة ومشاء الله بتجيب المائة وإياه بس نصيحة لله ما تزيدش عن الثمانين حتى او الثمانين ليه المكنة خفيفة هفضل اكرر فيها فرامل خلفي عادة مش باكم تمام مع ان المفروض المكنة دي خفيفة كان الفرامل تتقوى شوي تمام طبعا الفرامل الباكم سرعة الاستجابة عن الفرامل العادية الكوتش الامامي 18 300 الخلفي 18 350 و 325 يركب ما فيش فهم مشكلة خالص عندنا قلت الجر 15 امامي على 42 38 خلفي نزل 2 تقريبا كده البطارية 12 فولت على 7 امبير كربطة كلها الفيوز على الفيوز 20 امبير كربطة كلها 12 فولت طيب انا كده تقريبا كل شيء عن المكنة طول المكنة مترين عرض المكنة 75 سنطي ارتفاع المكنة متر و 5 سنطي تمام ويقف على الحملة كده فالمكنة كويسة جدا المكنة كان لطالب مشاوير خفيفة ملاكي الكلام ده جميلة لكن تشيل وتعمل تحط طوق لوراك كلام ده المكنة هتخف منك من قدام هتعوم وزي ما قلنا الشبكة اللي وراه مش قوية مش مدعمة كويس تمام؟ المكنة دي فعلا لو وزنها تقل شويتين الكورسي طيلها قدام شوية والتانك صغر شوية بحيث ان اللي قاعد يعد على قلب المطور في نص المكنة بحيث ان الجنوب من قدام ما يعمش لو انا شلته قدام وراه حاجة يعني فيه شوية حاجات الفرمالة تتقوى شوية زي فرامل البوكسر انا مش قولها كده اعملها فرامل باكم لأ فرامل البوكسر الصراحة مدعمة كويس جدا قدام يعني لو انت لو جبت بوكسر دايما هات قدام باكم وورا عدي البوكسر الوسط دي ممتازة 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 فدايما هو لو دعم الفرامل وورا شوية مع دعم الكورسي الشبكة يتقل في وزنها يقلل التانج يطلع كورسي قدام زي البوكسر كده اللي قاعد وقاعد في نص الماكينة بالضبط الماكينة متعمش بجد ماكينة ممتازة ومريحة وسريعة جدا تمام فطبعا ده كده كل شيء عن الماكينة الويانج 150 سي سي اي اسئلة اي استفسارات حاجة ننسيتها الكلام ده تحت امره معيكم في التعليقات وانا اخدامكم في اي حاجة ومحدش ازعل مني مش قاصد والله ازعل اي حد ولا ان انا اقطلنش حد في تلفون او كده ولكن الضغط وطبعا يعني بشر الواحد لما بقى نفسيته تقفل والله انا يعني قفلت الورشة ويومين لان كان في شوية غرضات كده في شغله بتاع فقفلت يومين والله وقدت محطم نفسيا كده فدعوادكم وربنا يسر الامور يا رب ويقلف بين قلوبنا كلنا والسلام عليكم ورحمة الله ما تنسوش بقى الدعم كده والحاجة دي